بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم مشاهدي كوكا اوكا ان شاء الله تكونوا بخير طيبين هنعمل النهاردة الطفاح بالكرامل دي حلوة من زمان قوي واحنا الوقت هنعملها جميلة خالص هتعجبكم خالص وتفتكروها هنجيب كمية الطفاح نخسلها والنشفها كويس قوي هنحتاج عيدان ولو ما فيش يبقى عيدان الكباب نقصر نقصرها على قد كمية الطفاح واحتاج كباية عشان الكرامل لكباية سكر وكباية مية و3 معالق نشا وفانيليا ولون احمر نلون بيه وممكن نقطع الطفاح وممكن نخليه كامل ولو عايز الكرامل خفيف حط معلقة نشا واحدة بس هجيب طاصة وحط كوب من السكر والنار هادية خالص عاد تقلب بالطاصة نفسها مش لازم استخدم تلوقتي اي معلقة او اي تحريق خالص بس بالطاصة نفسها بنفضل نهز هيدوب معانا بسرعة والنار واطية هجهز معلقة زبدة كبيرة او سمنة هضفها تلوقتي واعدة قلب خالص عشان يدوب جدا السكر وما يبقاش فيه اي شوائب خالص كل حاجة دايبة لما يدوب خالص ما زالت النار واطية هجيب كوب ماء بارد وهضيفه ايوة وبعدين اقلب وعل النار هيجمد وبعدين لما عل النار هيرجع يدوب تاني وهيبقى كويس وهيبقى دايب كل حاجة فيه ثلاث معلق نشا دوبتهم في ربع كوباية مية او نص كوباية وقلبت واستمرت في التقليب وقطيت النار في المرحلة ديا ومستمرة بالتقليب ما نسيبوش خالص ما نسيبش المعلقة نفضل نقلب خلاص حصلنا على القوام اللي احنا عايزين وبقى كويس ممكن نضيف شوية في فانيليا ونسيبو لما يبرد ونحتفظ به بالتلاجة بالناس زي انبيل كيكات بتاعتنا وبنستخدمو بيبقى عندنا كراميل جميل مزاكو وطعمو حلو جدا جدا بس اي فانيليا سائلة او عادية كلو اوكي بقى جميل خالص شايفين شكلو ولونو وطعمو جميل جدا جدا تحفظو في التلاجة وما تنسونيش بلايك وشير وتشتركوا معنا ان كنتم جدا جدا واهلا وسهلا فيكم اعزائي هنجيب الوان زي ما نحب بس اللون الاحمر هو اللي دايما بنعتمده في التفاح بالكراميل ونقلبه على الكراميل للون ونغلف به التفاح كامل وممكن عشان ما فيش هنا تفاح صغير قوي ممكن نقطع التفاحة ونخلي كل ربع برضو في عود ونغلفها كده تغلف التفاح كله وبالفه هم عليكم